أصدرت محكمة التمييز حكم نهائيا بتغريم طبيب مبلغ 10 ألاف دينار بسبب عدم تنبيه مريضة بالمخاطر أو الأعراض التي قد تحدث بعد إجراء عملية خضعت لها أكدت المحكمة عدم وجود خطأ طبي في عملية ولادة أجراها الطبيب لمواطنة في مستشفى حكومي نتج عنها إصابتها بشلل جزئي حيث اعتبرت المحكمة أن إقرار المريضة بالموافقة على التخدير لإجراء العملية غير كاف وأكدت في حيثيات الحكم وجوبة تنبيه المريضة بالمخاطر التي قد تحدث وإلا فأن الطبيب يعتبر مقصرا في أداء عمله